اشتركوا في القناة 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 يأتي روعة 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 فيه بنا خيالية و انا يعني ما بغيتش انكتر معه سوالح رافقته برك معه شوية عجزر مسلوق فالهن بعد ما خليته في الفخيقو تقريبا ساعتين اني عاود جبته و راني نوري فيكم فالهن جبت الكسكاس تاعي كنت يعني مجدل ما كان يغلي سوف نديره بشي بداي طيب ديغة كثير من دورك تقريبا العشرة يعني دوك يروح الحال وهو يدي شوية وقت في الطياب فالهن هيا كما راكم تشوفوا المارة بالدايغة اللي اهن هيا لبنات اللي ما تبقوا تزيدو دايما بروغرسيف من بسكو إلا خليتو غيها داك اللي يديرو فالأول غادي ينشف فالو غبقوا تزيدو عليه مرة على مرة ما تتنسوهش فالحبيباتي هنا يا بعد اللي كملت ها هم الأكياس شوفوا كيم مادرتو مصرر هموالو ها هم الأسلاك هدو كلي بلعت بيهم والحم جني طايب ما شاء الله يتفتت الزبدة إذا كم ت Achüyorون معايا ساننقرب لكم اون ورقكم هنا كما قلت لكم رفقتها غب شوية تاع جزر هكذا مسلوق كنت يعني فورته ودرته صوتي كنت ايجا مشاركة معكم لبناتها الوصفة تاع خضره صوتي بما انه الحم فور فبغيت ندير معاه خضره مفورة فالا شوفوا كيفاش لبنات يجي طايب متمنى تكون صورة واضحة هنا رعا شوية دلمة نتمنى يعني تكونوا تشوفوا مليح فالا نحاول نقرب لكم ما عرفتش بنت لي الاضاءة راهي ناقصة شوية فالا شوفوا كيفاش هذا كل العدم تنحى عليه تانمونك اللي طاب ما شاء الله فالا هنا حبيبتي يعني هاد الوصفة هادي ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتخلووا لي رايكم في التعليقات انا بعد اللي كملت بيانسر خسلت مماعين وسيقت ودرت الكعك كما راكم تشوفوا هنا شوفوا كيفاش العجينة كيما قلت لكم يعني لازم تخلوها تلسق لابنات هاد الفيديو تاع الكعك غدي نخلي لكم الرابط تاع الوصفة في صندوق الوصف باش هكذا اللي ما شافتهاش تقدر تشوفها وطبقه ان شاء الله وينجح معاها يعني ناجح مليون في المية ديروه وعينكم غمضين حتى المبتديئات وراكم تعارفوا يعني انا هاد القانات مخصتها ببوكو بلوس للمبتديئات اللي راهم عادي يتعلموا كيفاش يدخلو للمطبخ فاله هنا بعد ما شكلته وكملته يعني درت لها جوندوف والجنجلان من الفوق وطيبته بالدفعة وهدي هي شوفوا هنا درته يعني شكلين مدرتاش كيما في العيد غير هادي كلا فاهم تاع النجمة انا يعني درت لدو فاهم هادو ما كاش لي ما يعرفش يديرهم غدي نقسي لبنات كيفاش نحلكم هكدا وحدا هنا راني نصور بيد وشدة بيد فا غدي شوية يعني نتمنى تكونوا تشوفوا مليح فاله شوفوا كيفاش يجي الطري الطري بالصح مشي مشي كي شغل بريوش هادك اللي يجي تفتت ويجي بريوش كي الخبز لا انا نبغي كاك كاك يعني كاك نيشن يجي طري وخفيف بالصح او مامطن يعني تحسوه كاك ماشي بريوش وماشي لامونة فاله حبيبتي هنا يعني بغيت نصور لكم باش تشوفوا كيفاش جاو الشكلين للزوج وهنا لبنات كي ما خبرتكم يعني في بداية الفيديو بعد هادك التعب ولا جواني كمبلت وانا واكفة نطيب في الكاعك ونستنى فيه خمر ويعني راكم تعارفوا التعب من بعد الفطور والحمان تعلم قيل وهذا حتى يعني الوقت اللي بغيت نريح فيه جالزوج وخبرني باللي را عارض ضياف وما بقى لهم والو يوصلوا يعني واحد تقريبا ساعة ولقال يكونوا في الدار ما تتخيلوش يعني حكمتني العباني كراكم تعارفوا اكرام الضيف واجب ولازم وانا انسانا ما نبغيش يعني وجهي يتحط في الارد لو كان ما يكون عندي والو يجيني ضيف على غفلة نهائيا يعني ما نحملش فهنا يعني كان عندي غير اللحم من تعالعيد بيانسور باسك انا ما نطيبش لبنات كل يوم اللحم دونك يحكملي شوية من تعالعيد هادا شوية يطول هنا هادي جنباني وفصلتها فوالا كديرتها في كونجيلاتور على رجبتها درتها في المحامي محامي حامي ودرت لها الملح أستيس البنات اللي ما بشيدوا بلكم في الساعة اللحم يلي قدروا له الملح وهنا غني نشارك معاكم في الوصفة يعني في البانيك وبالتقلاق والعجلة وهاكدا وما نسيتكم شو بغيت نصور لكم البنات باش هكدا نشارك معاكم كل الوصفات اهنا هادي وصفة تعلحم مشوي في الكوكوت على الغان اهنا بغيت نديرها مشوي دونك هادي كل جنباني كما قدوت لكم بعد ما دي يكونجليتها ك ما راكم تشوفوا راهي مفصلة ومقطع مليح درت لها الملح في الفلك حل كاس اتاي التعخل اراكم تشوفو في رامح طوض كاس اتاي التعخل ابيض و هنا يزدت لها زوج سنات تعتوم كنت حليتهم في الوسط باش يطلقوا البنا و ما بغيتش يعني نقطعهم و يتفتوا للداخل خليتهم هاكده حبات كون بلي غيرت فيهم هاكده شق و البصل حطيت يعني واحد مخصو شوية كبير و ما بغيتش حتى هو تاني نقطعه خليتها هاكا كون بلي و حطيته دو كوتي و زدت هنا يا درت كاس اتاي تخل و زدت هاكا واحد تقريبا اربع فوقه هذا ما درت لبنات ما درت نيزيت نيما هذا توابل راكم تعرفوا الحم شوي ملح وفلفل كحل و كاين عد في بعض المناطق ما ديروش قعل فلفل كحلي ملحو ويدفعو في الكوشت يا طيب فوالا دونك هنا هاكده مكان باش تعطو الحم حقه يبان ما ديروش توابل و تغطو عليه و تخلوه قاع لبنات تاعة تمشي طيب كحنا بلعت عليه لبنات خليتها تقريبا يعني ساعة بالضبط لبنات ساعة كان واجد طايب زبدة هداك الخلي يعطيه وحدة طراوة يتفتتي ولي يتفتت دوك تشوفو كما راكم تشوفوا معايا غادي نحاول نقرب لكم هاكده كيفاش طاب اهنا لبنات قاعد الجري داي رحالة روحت في الساعة واجدت دي توكس باش يعني الواحد ما يندرج سيختول عشاء الحم شوي راكم تعارفو دونك ما بغيتش يعني ما بغيتش نديرها كجو ناتورال عصائر هدوك تقيلة بالحليب وقاع ما بغيتش در دي توكس بالنعناع وزنجابيل والليم إلا لكم بغين الوصفة نكتبها لكم في التعليقات ولنندخلها لكم ان شاء الله بخوشان من فيكاش فيديو من أسهل ما يكون وتقدروا تديروها ماما موزايا يعني جي موخيطو جي بزاف شابة درت شوربة لبنات جريا جريا في الساعة درت شوربة كم تعرفوا يعني الحم شوي ما يجيش بلا شوربة درت سلا طحشيش حتى هو لازم مع الحم شوي ودرت أغضاف دو كوتي ودرت هدك طبق تعموا ملاحات بلا مستعطونا غدي نخلي لكم رابط تعالوصفة في صندوق الوصف بش تشوفوا لاموص عطون كيفاش خدمتها كنت شاركتها معكم بقع في رمضان وهنا يكا تحليا لبنات درت يعني فيتفا محلبي بالفستق يعني محلبي سوري من أرواح ما يكون بالمزهر والفستق حتى هدا إلا بغيتوا يعني الوصفة تاعه قولوا لنخليها لكم يعني في صندوق الوصف ولا نديرها لكم قاع في فيديو مفصلة فوالا حبيباتي هذه هي يعني ما نجمش ندخل ونصور لكم هكذا في الصالون وراكم تعرفوا يعني كيكون ضيف ما تقضيش دخلي تصوري قدامه لنك قاعدت نصور غير عندي في المطبخ قبل ما يدخل الزوج ويحط فوالا لحقنا لنهاية الفيديو نتمنى كانت خفيفة عليكم والوصفة تعجبوكم نتمنى منكم تطبقوهم وتخلوا لي رأيكم في التعليقات وتخبروني كيفش جاوكم أنا متأكدة باللي غادي تقولوا ما تستغنوش على هاد الوصفة يعني طريقة في تحضيرهم فوالا حبيباتي ما تنسوش دعم القناة اشتراك تفعيل الجرس اللايك والباختاج مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل الفائدة وتكبر العائلة انتعنا ونتلاقوا إن شاء الله في فيديو أخرى مع وصفة جديدة وروتينات جديدة إلى الملتقى إن شاء الله هدومتم في رعاية الله وحفظه والسلام ترجمة نانسي قنقر